اشتركوا في القناة طب ما تيجي يعني نحلي شوية يعني عشان احنا شغالين مخلل مخلل وضرب في ضرب في ضرب يعني بنخطف في كود ديفور فنفصل شوية بالجانب الاوروبي بقالنا كتير ما جناش الاسبوع كمان اللي جاي هيكون عندنا اجازة في الدوريات الاوروبية فنشطاق للحلاوة والاصارة والمتعة والمود الحلو ده انت عارفني لما بقى كذبان خصوصا فهم ازاي خمسة في ويتشك وخمسة في ويتش اللي بيتفرج ارسن الفزت بالخمسة وكنت بصراحة يا ادهم بفكر اتكلم ولا لا اتكلم ولا لا لاني مش عايز احسن لان احنا لما بيتركز معانا بنخسر ما اتكلمتش بقى لي فترة الدنيا هفت علينا وجوان وهيه وكلين شيت والدنيا جميلة فلازم يعني احكي بصراحة مقدرة شمسك نفسي واطلع كده ايه اروق دنيتي ايه من المنتخب عاملوا فيه اما على ليفر بول فاكيد الابرس كان موضوع محمد صلاح بعد المباراة الكلوب طلع ودى الدنيا كلها في داهية ولكن المباراة نفسها ايضا كان فيها حاجات لازم نتكلم عليها في فوز رباعي على بوردموت احداث مؤسفة جدا بتعدي بينا الاسبوع ده في الدوري الايطالي سواء على الجانب النفسي او الاموشنال وهنا بكلمك عن طرد جوزي مورينيو او الاسبيشل وون من نادي روما اللي كان عليه جدل كبير جدا من جمهور روما نفسه والجمهور الخارجي اما عن القضايا المأسوية فكان ماينان اللي بيواجه عنصرية مازالت هي الجانب السيء في كرة القدم هل يفعلها باير ليفر كوزن وحلمة شابيه الونسو بالتتويج بعد ما قدر يبعد سبع نقاط اللي حد دلوقتي عن باير ميونخ والليجة اللي مازالت بتقدم لنا متعة على جانب ريال مدريد وبرشلونة او حتى جيرونة فبتصدر وفوز لجيرونة بالخمسة امام ريمونتادة لريال مدريد بسلاسية كانت عظيمة ومصيرة امام الميريا اللي كان فيها قرارات تحكمية لازم نقف عندها واخيرا برشلونة اللي بيقدر يلاقي حاجة في الموسم يبتسم عليها جمهور برشلونة واتشافي ويتفاء الخير بايضا ريمونتادة بربعية بعد ما كانوا متقدمين وقدر اسكو وحيدا يعود الى اللقاء ببيتيس مرة اخرى فلو مبسوطين يا رزيعة بعودة حلقات رأس اوروبا وحشكو الحلقات دي وارونا بقى باللايكات عايزين ندرب رقم تاريخي النهاردة قبل ما نخش على البريك وقبل ما نرجع مرة تانية لرازع افريقيا ورازع اسيا اللي عارف ان انا مقصر فيه جدا 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 وحقوقوا علي سققسم بالله بقولك بندرب هناك معك وشين عكشة ما يعلم بيلا ربنا من اول دور 16 اوعدك بحلقات نارية كل يوم ان شاء الله ده بس ادب بيبصلي ازاي حلقة جديدة عندي حماس عندي طاقة عايز ادلعكو فادلعونا ادلعكو على طول تابعونا عالسوشيال ميديا عشان تعرفوا كل التفاصيل لو عايزين تشتروا من المرش بتاع ايرزع سيبلكو اللينكس في الديسكريبشن الحاجات قربت تخلص والشيط قرب يخلص فانجز نفسك ودخلنا على الحلقة اهلا بيكو هرزيعوا في حلقة جديدة من حلقات ارازع اوروبا الحلوة لما بتوقع حلوة منتكلم فيها عن ارسنال في الاول طبعا الناس القديمة عارفها الموضوع ده ولكن اه شفت ادعم الخمساوي شفت الاربعاوي شفت الاربعاوي شوفت الاربع مبروك عليكم السدارة مبروك عليكو غايلك فالكلام ولكن الخمسه جات الاولى خمسه اكبر من الاربعة والليعب والاداء حلو انا عندي اسم واحد الليهرج جاب خمس تجوان هو مين؟ هو جابريال جابريال جاب جنين وجابريال جاب استشت وجابريال جاب جنين تقول لي ايه ده بقا اقولك اه والله جابريال bour bearuj طلع النهاردة الرجل حط جنين النهاردة عشان يثبت ان ارسنل هو النادي الاقوى في الكرات السابتة ففي اول المباراة كان عندك عنصر مهم جدا تثبت انك فعلا بتستخدم السلاح ده في اغلبية مطشاتك لو المطش متعقد لو المطش لسه متفتحش فالنهاردة جابريال بيحرز لارسنل بدل الهدف اتنين ارسنل النهاردة اصبح اكتر نادي بيجيب اهداف من كرات سابتة من كرات ركنية من كرات بالرأس فشيء يخليك تعرف مش بس اهمية ارتتة ولكن السرقة الكبيرة اللي قدرت ان انت تكسبها او تسرقها من جارك منشستر سيتي وهنا بكلمك على نيكولاس يوفير الراجل اللي خدته من منظومة منشستر سيتي والراجل المتخصص فقط في الكرات السابتة وده بتشوفه على مدار السنة على مدار التطور اللي بقى فيها ارسنل وازاي الراجل ده قدر انه هو يطور لعبتك بشكل كبير ملفت اما عن السنائية الدفاعية فلو بنتكلم على جابريل فلازم نذكر سليبة والكمبو اللي معمول بشكل ملفت بيجيب لك كلين شيت بيخلي سليبة هو اعلى مدافع في الدوري الانجليزي يطلع بكلين شيتس هذا الموسم بتابع مباراة لعبها الراجل وقدر انه يطلع بشباك نظيف اما عن الهدف الثالث فكان هدف مهم جدا فكان عن طريق ايضا اسست من جابريل ولكن المرة دي جابريل خيسوس الراجل اللي اخيرا شفت ارسنل بيلعب على الهجمة المرتدة في خلال عشر ثواني كنت جايب جون الكرة اللي تلعبت في ثلاث لمسات من ديفيد رايا لجابريل خيسوس لتروسارد جون وحب اشوف ده وحب اشوف اهداف بانواع مختلفة تخليك تقدر ان انت من وسط من انت مضغوط تقدر ازاي تتحول في لعبة وتخلص نفسك بهدف يريح لك المطش تمام وبالمناسبة دي ده اول هدف يجيبه تروسارد مش من صناعة سكا شوف الواد سكا عامله ايما نهاردة اول بقول بس سكا ملاقبش حالو بس لازم يلاقيله ايه انت فاهم بقى ابني دنايا اما عن صاحب الهدف الرابع والخامس فكان جابريل مارتينيلي المراد الحمد لله بس البرازيل بقى اي حد اسمه جابريل بشادة ميلادها اللي بقى نجيبه الاكيد مية جابريل النهاردة بيزبط لك انه كان محتاج قرصة ودن انه كان محتاج قاعدة زي كده الراجل بينزل دقيقة سبعين بيجيب لك هدفين في خلال دقيقة واحدة تيبيكا انا ما عارفش انا حسيت ان انا في ديجافو او حسيت ان التليفزيون بيكر مني او بيتعاد الجون لا لا اقول لا او ما بيعيدوا الجون تاني ليه فجأة بصناعة واحد تقلم انا مش فاهم حاج نفس الجون بالميلي والمفاجأ ان هو نفس الجون بالميلي اللي كان بيجيبه تيري اونريل انا مخي دخل في بعض ايه يا جماعة في ايه الهابل اللي احنا دخلنا فيه نفس الشكل ونفس اللوحة والارتو الجوهرة كان بيعملها الراجل يعني تعودنا على الاهداف الجميلة دي منه فالنهاردة الواحد خارج بالذكريات وانتيجة وفوز مريح احنا ده اول فوز نكسبه في الفين اربعة وعشرين احنا بقلنا ثلاث مطشات بندرب على وشينا حمده اللي كان رحلة جميلة في دبي الزخاد وشمس العيال فائت اما عندما كسب المباراة فكان بالنسبة لي سميثرو اللي قدر النهاردة ياخد تلت ساعة او اكتر من تلت ساعة في ارضية الملعب وكان اثبات من ارتتا ان الراجل في احتياج لي ان الراجل ده هيرجع ويعود ونعرف نستفيد منه خصوصا العرض اللي ترفض من نادي واستهام لما طلب انه هو يعير اللاعب من كم يوم وده هنجيله في حلقة الانتقالات هزي الاسبوع اللي برضو مقصرين فيها ولكن حلقة حلوة يادهم حلقة تبقى لا انا بقولك عندي طاقة وعندي نشاط وعايز دلع الرزيعة ايه بقى اما عن خسائر المباراة فكان بالتأكيد خلوب بيكلان رايس فيه شبه اصابة يعني هو طبعا رايس خرج وابتدت اصلا صحافة ارسنل والصحافة الصفرة تقولك وهو خارج قال ايه هامي اللي هي تعود على هامسترنج يعني اللي هي خلاص بقى خلصنا من الموسم وبتاعه لكن طبعا طلعت اشعات قالك رايس طلع بس ايه منعا للاصابة وان احنا مش عايزين نطول اكتر من كده وان الموضوع يتلحق بسرعة فالحمد الله واتمنى تكون عدت على خير لان كلنا حطينا قلبنا ايه يعني في ادينا اما عن ارسنل بهذا الفوز امام روي هوتسن بيكون الفوز رقم خمسين في ملعب الامارات ليه امام كريستال فلس زي ما كان الفوز رقم خمسين لارسنل سواء خارج او داخل الملعب مجملا مع ارسنل كان امام ايضا كريستال فلس فاكيد وش السعد دايما يعود للجار اللندني اما كان فيه تصريح اخير كان لازم علق عليه وهو تصريح ارتبتة ان احنا معندناش اللاعب اللي بيجيب 30-40 جون في الموز احنا جميل جدا ان الاهداف بتتقسم على الكل بس احب اسمع يا ارتبتة انك عارف يعني اللاعب دا ينقصنا واللاعب دا احنا اهو انت فاهم يعني ان احنا معنا طب ما ايه رأيك في الواد توني اللي نزل الحمد لله في اول ماتش قالك اصا هو هيكون الناس يكور اصا الامار نسيه حياته واعدنا نهبك ونطلق الواد نزل نوتنجام فورست جون خد له 19 دقيقة عشان يترجم بس ايه راجعت الدورة الانجليزية ما كان جايب هترك تحت الواد وعشرين وودي انا انذار بالله عليكم خلص خلص عشان عايقلة ونقول يا ريتنا دفعنا الميت مليون اللي برينفورد عايزاها اما لو دخلنا يا عم الحاج على ليفر بول الوقت جو بقى ما تفهمش ايه يعني سخافته بقى ايه في التليفون اكتر من اللي بتشوفه فرازي على الجمهور عارف اللي هو ايه انا ما اتكلمتش والله يعني انا سكيت خالص ومتفرج عالماتش كلمني اهو صهرناكم عينا يا عم انا انا قلتلك ان انا صهران انا قلتلك ان انا كنت بتفرج على بطولة افريقيا مالكش دعوة باي لا شوفت بقى شوفت الربعية ولا ليها لازمة الخماسية بتاعتك انا متصدر ماشي عم انتو متصدرين وانتو جمدين وكلوب راجل محترم بغد انه صراع المشكلة اللي عمالها عدنا في المنتخب بس اكيد مدرب يحترم الراجل بكل الغيابات اللي عنده لازم يشكر على المنظومة الكاملة اللي فعلا بيثبت ان هو النجم الاول هو بيعرف يتعامل من غير صلاح وده يعني بجانب المشكلة اكيد اللي تخص المنتخب المصري ولكن ده اثباتا ببطولة افريقيا اللي فاتت اثباتا ببطولة افريقيا ان المنظومة بيعرف يحركها الالماني النهاردة ارنولد مش موجود بينزله كونر برادلي اللي شوفناه في مطش الارسنال في الكاس طبعا ود 13 سنة كده بينزل الراجل وتمام باكرايت وبيلعب الراجل وبيكسب وبكلين شيد والدنيا حلوة تقول لي بقى بورنموس عاملة مطش تقول لي بورنموس كانت شوت اول فعلا خطر جدا على ليبر بول بس هو ده عادة ليبر بول في المطشات الاخيرة مطش ارسنال مطش فولهم هو بيعرف يستغل الفرص بيعرف يعود وبيعرف يبقى قوي جدا بدنيا في الشوت التاني من الغيابات اللي كانت موجودة النهاردة عنده اندو عنده صلاح عنده سابوسلاي مش موجود في نص الملعب ولكن كله بيعود كله كله شغال النهاردة تجدتها الراجل بيحرز هدفين والفورما معاه من ساحة لما صلاح مشي يا باش انا موجود تحت امرك عارف له ايه انت تؤمرنا باي عم تلوب اهداف صلاح حاضرة ايه موجودة اما عن داروين مايونيز بقى لي ارقام النهاردة بسم الله ايه ما شاء الله جاب هدفين الراجل اصبح في سجله 100 هدف في تاريخه كله كهداف يعني الله هو اكبر يا عم مايونيز الله هو اكبر اصبح كمان اول لعب من الدوري الانجليزي يجيب 10 اهداف و10 صناعة اسستات في جميع البطونات فبخط صلب من دفاع ليفر بول قدر يتمسك بالنتيجة 0-0 كان بيتمثل مع كوناتي وفندايك اللي بيمثلوا ايضا صناعية جبارة بقى لهم فترة كبيرة بيخلي ليفر بول يضرب بالاربعة في الشوت التاني ويطلق ليفر بول واخد اللي هو عايزه من مباراة كانت مفروض تبقى صعب من كده بكتير فبغض النظر عن عودة محمد صلاح قريبة خلاص مبايتش بعيدة عم كلوب عملت اللي انت عايزه ولكن بيثبت الراجل انه في غياب محمد صلاح في البطولة الافريقية لعشر مباراة قدر الراجل يفوز في تمانية منهم ويتعادل في اتنين يعني نسبة فوز تمانين في المية ونسبة الخسارة صفر في المية باشا معاك يا ابني المحزوزة اقفل يا ابني على الدورة الانجلس ولا حقناش نفرح شوية في الكلشيو هنلاقي بعيدا عن كرة القدم يعني اسمحولي كلم عن موقفين اولهم في مطش ميلان وقدونيزي لخلص بفوز ميلان ثلاثة اتنين في اخر دقايق المباراة فوز كندرامي جدا فوز ملحمي جدا لا يؤثر كثيرا في شكله في مسابقة الدورة والمنافسة على الصدارة مع الانتر واليوفي لهنجلهم في وقته معين ولكن ابرز النقطة حصلت في المباراة كان العنصرية اللي واجهها ماينان الحارس الفرنسي في نادي ميلان مع جمهور ادونيزي بشكل ملفت جدا بشكل خلى اللاعب يخرج عن اللقاء يقول انا مش قادر اكمل الموضوع يعني عدى الحدود وعدى الليمتز بتاعتي وانهار اللاعب ويعني طلع من المباراة تماما الحقيقة في الاول لازم نشكر الحكم اللي تفاهم جدا موقف اللاعب اللي وقف المباراة تماما وقرر ان هو يهدي اللاعب ولما اللاعب يرجع يكمل اللقاء حتى نهايته وقدر الميلان يفوس في الاخر ويعوض اللي حصل في ماينان شوية في نصف ارضية ادونيزي ولكن مش دال اللي عايز اتكلم فيه نقطة بتاعتي ويمكن هي نقطة جدلية شوية ويمكن هي نقطة دخلنا في خلاف عليها في موقفي مع لوكاكو انا عارف ان العنصرية صعبة جدا وعارف ان ايطاليا بالذات العنصرية شيء غير مقبول والموضوع زايد عن حده ياما لعيبة عانت من العنصرية عالميين كتير زي بالوتيلي زي بوكبا زي لوكاكو زي قوسمان واخرهم النهاردة ماينان ولكن مش عايز اللاعب يبقى بياخد موقف الضعف في الموضوع عارف ان الموضوع بيبقى صعب جدا وربنا ما يحطك في موقف قد ايه الضغوطات بتبقى انت مش عارف ترد عليهم ولا عارف تتخانق وتمسك فيهم نظرا ان ده جمهور كرة قدم ولكن انت بتديهم اللي هم عايزينه وهم بيبقوا عايزينك يشوفوك في لقطة الضعف دي بيبقوا عايزين يتأكدوا انهم جرحوك دي نصيحة بشوفها ودايما بقول ان احنا لازم نحارب العنصرية بالقوة ان احنا نقف كان بيعجبني جدا داني ألفز في رد فعل اللي دايما بدي المثل به لما ترامع عليه موزة ام وكيلها اخد باور رفع الاسيست جون وهو ده الشكل اللي هيستفزهم وهو ده الشكل اللي هيموتهم بجانب الاتحاد الايطالي الضعيف بجانب الخزل اللي دايما بتشوفو من ردود فعلهم على الجمهور انه ما بيعملوش حاج انهم ما بيمنعوش الجمهور ويوقفو النادي اللي الجمهورو بيعمل كده لعقوبات تخليهم يخافو ويردعو شوية يعني اقرب الى المثال الانجليزي اللي بيفلت منه حاجات ولكن بيلموها بسرعة عايز اعرف رأيكو هل تتفقوا معايا ولا بتشوفوا ان اللاعب بيبقى عنده حق لما ينهر ويطلع يعني خسران القضية قصاد الجمهور اللي بيبقى عايزه يوصل للمرحلة دي اما عن اللقطة المؤسرة بالنسبة لي وندرت ما تأثر مع مورينيو وقال اني والله بقى انا خلبانا انا بعض اقول انا ما بيحبوش بس هو بيأثر فيا ابن اللزينة هو تحس ان هو نجم سينما عارف امتى يعياتك وعارف امتى يخليك تتعاطف معاه وعارف امتى يعني هو بتحركات بس في الاخر ما تقدرش تنكر ان مشروعه معرومة نجح مليون في المية هو ما اكتملش اللي دلوقتي عايزين يروحوها ولكن الفترة اللي جي فيها مورينيو معرومة التتويج الاوروبي الاول بالكونفرنس ليج وصوله واقترابه باليوروبا ليج لتاني موسم على التوالي انه يفوز بدوري اوروبي كان شيء عظيم شيء يخليك تتأكد ان الرجل ده هو الوحيد اللي عمل تاريخ اوروبي في روما لسبب معين اسمي انا اسف كان اكبر بكتير من نادي روما في الوقت اللي كان بيجيبوا مدربين اقل قيمة بكتير من جوزي مورينيو فبرغم فشله ولكن يمكن يكون اللي اتنين كانوا في وقت محتاجين لبعض وقدروا انهم ياخدوا الليكست ليفل هما اللي اتنين سوا اعتقد ان النادي روما كسب وهيجيب مدرب بعد مرحلة دروسي ما تعرفش هي تكمل ولا لا ولكن بالتأكيد باول فوز كان لدروسي على نادي هلاس فيرونا اتنين واحد قدر انه هو يكسب رد فعل الجمهور لعب اسطورة اكيد وكانوا مرحبين به منذ اللحظة الاولى ولكن بالتأكيد متأثرين برحيل مورينيو بالتأكيد اللي شفناها المورينيو وهو خارج وهو بيعايت وهو بيفتح العربية بتاعته لمشجعين بيقول له تانكيو ميستر وبتاع اللقاطات تخليك حتى لو مورينيو لسه متاري على ارسنل ولسه سفف علينا للأسف احبه وتأثر به جدا واقول قصة هتفضل في تاريخ كرة القدم ليها حلوتها وليها متعيتها البوندسليكا يخربيتك يا ريكين يا فقر يخربيتك يا مومة يا مومة فقرت باير مينخ عشر سنين الفريق ماشي قطر جيت انتا نسانا دي تجامد وكل حاجة بس مش كده سبع نقاط باير لفركوزن فرق تاعت باير مينخ خسروا من بريمن باير مينخ شيء كان مفاجأة بالتأكيد اه ليوم مطش مؤجل ممكن يقربوا شوية النقاط لأربع نقاط الفرق ولكن تشابه ألونسو خطير تشابه ألونسو ولأ وإيه بقاله مطشين بيكسب في دي حاجة وتسعين اللي هو اكسب برضو اللي هو ده باعليش بقى اللي صهرناكو معنا مطش ناري في ملعب لايبزيك أمام خصم صعب بيرجع الراجل بالنتيجة مرتين يعني بيخش فيه هدف كان أول من تشافي سيمونز بيرجعت عادة خش فيه التاني يجيب اتنين اتنين حتى آخر دي الراجل بيفوس في آخر لحظات المباراة عشان يؤكد ان المرة دي شكلها مش تبقى سهلة عارف المشكلة في مباراة مياخد يكسر الدوري في الآخر بنقعد نحرت احنا طول السنة وشغالين هو في الآخر ما الصلاة اللي فاتت يا عام آخر يوم ولاد اللزيم دورتموند عالسيرة دربة ناربا ربعية تقول لي ايه دا ايه دا ايه اللي حصل اقولك جابوا لعب جديد اسمه سانشو مانشستر يونايتن نبسى شوفهم بيعملوا سانشو رجع سيان اللي هو بتاع الميت مليون اللي هو ويو 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 وراكي ليبس رقم عشرة ولعب ماتشين اسستو وضرب الجزاء مبهر يعني تفهمش ايه انتو بنين الملعب دا على مدفن ولا ايه حاجة غريبة يا عام جمهور منشستر دا الواد طلع من هنا انفجر يلا نخش في الجد والجد هلا هلا عليه ايه المدريد ريمونتادة برشلونة ريمونتادة جيرونا متصدر انا مع المتصدر يا ابا جيرونا فريقي حبيبي الواد هلند الغلابة دوف بيك يعني جاب له هاتريك في ست دقائق الواد جايب سبع مليون النهاردة بسو اتفرج على البزنس النهاردة اتفرج على بقى هلند الغلابة بكام ننكلم دا توني بمية انت خيل دا بقى ستين سبعين الواد النهاردة خمسة واحد امام ايشبيليا في موسم طبعا هو منهار بالنسبة لنادي ايشبيليا ولكن جيرونا تستمر جيرونا الحلم المتاح جيرونا بتأمن على اقل وجودها في دوري الابطال واحدة واحدة على اقل بتقول ريال مدريد لو برشلونا مش مكافياك السنة دي انا النهاردة باشا هاعد لعبك اي نعم انت ليك ماتش ولكن انا لسه في اللعبة اما عن ريال مدريد فكان رده قاسي امام الميريا بمشاكل كتيرة جدا في اللقاء مشاكل كان ابرزها انشلوتي الراجل اللي لم يدرك مدى ارهاق لعيبة ريال مدريد في الايام الاخيرة في تسعة ايام بتلعب قدام اتلتكو مدريد ماتشين وقدام برشلونا ماتش ديربيين وكلاسيكو ماتشين دخلت فيهم مية وعشرين دقيقة يعني فريقك منهار بدنيا يعني فريقك كان لازم يحصل فيه روتيشن بالخمس لعيبة اللي انت قررت تشريكهم معك في الشوت التاني وتعدل موقفك لعيبة زي خسيلو سيبايوس كمافينجا دياس فرانجارسيا كلهم كانوا مفروض يكونوا موجودين بدل التأخر والمفاجأة البدنية اللي اتفاجئت بيها امام الميريا في اول اللقاء الفريق بيتقدم في اول دقيقة وقبل ما الشوت الاول يخلص بدقيقة يعني تقريبا ضمن اللقاء نفسيا ورقميا كان صعب جدا تحس ان ريال مدريد ممكن تعودوا الشوت التاني الا جمعين ريال مدريد ولعبته عارف له ايه بتاعتي دي خلاص تطلع دي عندي لكش دعوه بقى ايه اتفرج بس انت عالشياكة والاناقة هيحصلين في الشوت تاني وتتفاجئ الشخصية بتهف في الملعب اتشارت البالكي تحسها نزلت رف رف بغض النظر عن المشاكل التحكمية اللي يمكن تكون بدأت مع الهدف التالت اللي كان ممكن يأمن تماما نتيجة اللقاء لنادي الميريا ولكن من رأيي هو هدف اتلغى بقرار صحيح اه فيها فول الراجل ضرب بيلنجهام في الهجمة المرتدة الهدف بيتلغي المدير الفني اللي نادي الميريا بيبقى هيتجنن بيترد عليه على طول بالهدف التاني لفينيسيو الجونيور فيه شك مريب جدا كان فيه اللقاء بعد هدف كان من بيلنجهام من ضرب الجزاء جايين لبيلنجهام ده حالا ولكن الجدل حصل عند لقطة الهدف المارادوني لفينيسيو الجونيور انا بالتأكيد شفتها مليون في المية هدف غير صحيح مليون في المية هند بول يعني احنا بنتكلم لمسة اليد دي بتبقى بالحانتوفة في البوكس ولكن ان اللعب يكون محرك ايده تماما ويجيب الهدف بايده كان فيها نوع من اللعب وكان فيها نوع من الخداع وكان فيها نوع من ان شاء الله تمشي في عصر الفار ده اللي استغربته ان الحكم يروح والله يتفرج عليها يلاقيه بيلعبها بايده فيقولك هدف صحيح عرفش القانون بيقول ايه هل ده يحتسب كل ده كتف لو ده كتف تمام يعني انا معاك ولكن لو ده بيحتسب من اليد فهو اللعب محرك ايده واضحة وصريحة ودي ما فيهاش جدال اما عن ضربة الجزاء نفسها في الهدف الاول برضو كان فيها شك انا بقول ان اللعبة كانت فاول اصلا على ريال مدريد في اللعبة اللي كانت على رودي جير الراجل راكب على الراجل يعني لما اخذف القرويا يعني ولكن انت بتتكلم فيه هدف فيه شك كبير اه طبعا كان ممكن يتلغي فالحاكم النهاردة اه ساعد طبعا ان ريال مدريد توصل اللي هي عايزها وتعرف النهاردة انها تعود في اللقاء ولكن ريال مدريد كتعمل كل حاجة ممكنة ريال مدريد كتحطى الميريا في وضع هي كده كده هتتلبس فيه اهداف ما بقولكش بقى يعني ان الحاكم مغلطش وبقولكش برضو ان نظرية المؤامرة وان الدوري عايز يكسب ريال مدريد يا جماعة الدوري اصلا مش طاق ريال مدريد ولا ريال مدريد طاق الليجة وم بينهم مشاكل ولكن حصل النهاردة اخطاء حصلت اخطاء كارثية عارف الحلوه بقى في ايه هيقولك الاسبوع ده انت برشلوني انا بقى لي ثلاثة اسابيع مدريدي لكن لو عارف الكلام ما عجبش فهفهم فانه بيت كتالوني في الاسابيع اللي جاية دي ولكن لو تركنا المشاكل التحكمية جانبا كده ومساكنا الحاجات الحلوة برضو اللي ماينفعش تتجهل عنها يا جماعة بيلينجام خربيتو يعني عارف ايه الانبهار بيبقى بقى اي حاجة في الاول اللي هو ايه ده موبايل جديد قال له خلص بقى مبايل بترنيه وبتاعه في الاول بقى يلحل عربية لبس جديد بلاي ستيج اي حاجة بيلينجام الانبهار اللي بنبهره بيه كل ماتشة هو مازال مبهار اول مباراة العيمة مع ريال مدريد اللي هو لا تكل ولا تمل سيق من ضربة الجزاء اللي بعد ضربة الجزاء والاسيست اللي عمله الراجل في المباراة والدابل كيك والصناعة وتحول اللعب والمركز الهجومي والمايسترو في نص الملعب يا عم ارحمنا يا عم يا عم اعرفنا يا عم ان انت احسن ايه في العالم خلاص يا عم بالانجام واخدة واخدة بقى واخدة واخدة عشان كده المتحة هندلع قوي منك فالاسيبيه اللي جاي اللي مش بتاني في حاجة احنا بعرف لويه بنبقى عدشانين فقسم لنا الحلاوة على الاسيبيه والنبي عشان الدنيا متخلص نقطة رقم اتنين كرفخال الحبوب اللي بيدربها في نص الموسم دي فظيعة فظيعة يعني الراجل بيجري في الدقيقة 97 النهاردة بعد الهدف طلع باللقاء الصحفي قال لك كنت هموت احنا فهمين برضو الشد سوبر كرفخال الراجل اللي ماينفعش اه ده اتطفق معك انك تبدله بعينه يعني في السن ده والوضع ده واسه هو بتاع الوقت ده هو الراجل برينس التوقيت ده جدا اما النقطة الصيئة اللي لازم تتكلم فيها في مدريد هو الخط الدفاعي وحرصة المرمى خط الدفاعي اللي انت شايف الكارسة الدفاعية اللي بتعدي بيها كل مباراة يعني تب تكسب اه اتلتكو مدريد بس يخش فيك ثلاثة بتكسب كلاسيكو بربعية بس لازم يدخل فيك جوت بتكسب دفاعك مرمطة دفاعك صعب جدا انت بتتكلم في خمس جوالات من ماطش ريال مايوركا ما تلعتش بكلين شيت لازم علامة استفهام و نقطة على الموضوع ده اما النقطة اللي بتتعلق بخط الدفاع هو تغيير كبة يعني انت لما قررت تعمل روتيشن سيبت الفريق كله كبة يا عم معرفنا يا عم ان كبة ده بيخش فيه لو رميت عليه الايباد ده هيخش فيه لو رميت عليه النجف دي هتخش فيه جوت نهاردة خلاص بقى يا عم عارة وانت تدبست في مصروفه فسحه يأكله بقى ولا شيء لعبه في الاكديمية خليه يعمل مشاريب لعب لون يا عم الحد ما قررته يرجع وقفلنا بقى الملف ده ما تعودش تهري كتير اما اخيرا في حلقتنا فهو نادي برشلونة اللي بيقدر يفوز بربعية على ريال بيتيس عاش دراما عاش قصارة عاش فيه نوستالجيا اسمها إسكو اللي ظهر فيه اللقاء بشكل يحسسك له يا ولا يا إسكو بتاع مدريد اه يا ده كان حت تلاعب ده قلت له لكنك بتفرج مع أحفادك وبتاع له لا وما بعيدش قوي بس الدنيا بنت كلب حدش بيشبع مهم برشلونة بتتقدم في أول اللقاء هدف في أول ثلث ساعة كان من فران توريس من المتشافة اللي فران توريس اللي هو هي طب بتتعبش كه كل موتش ليه يعني فران توريس ده اللي بيدوروا عليه من أقام منشستر سيتي ده هو ليه ماتشاته كده النهاردة بيحرز أول هاتريك بعد أول ثلث ساعة بيحرز الهدف التاني في الدنيا 48 وبعد كده الراجل بيحرز الهدف الرابع اللي هجيلك ليه في الكلام ولكن انت بتتفاجأ بعد هدفين الفران توريس ان اسكو بيقدر يعود عليك بهدفين بيشعل اللقاء بيحسسك انك خلاص قريب جدا من التعادل ثم يأتي تشافي بتغييراته أولا بخروج ليفندوفسكي بدري بيعلن ان الراجل انت مش قادر انت مش بتاع الماتش ده انت لعب ماتش وحش بقى عندي على طول بديل حتى لو الراجل ده ما قدرش انه يزبط نفسه ولكن يكفي الاحساس فيتور روكي بينزل الراجل ما بيسجلش ولكن بيدي الشكل الهجومي المطلوب تحركاته كانت جيدة ولكن البديل الفعال وهو جواو فيليكس الراجل اللي بينزل عايز يزبط حاجة مازال عنده كتير عايز يزبطه لبرشلونة بعد فترة دروب وقع فيها هو عمال ايه كربيع لو ينزل به ولكن بهدف رائع بيقش رجل حاجة بوتريكا كده بيجيب لك الهدف الثالث ويصر برشلونة في التحول عشان فران توريس يحرز الهدف الرابع بعد الثالث ويأتي بأول هاتريك ليه وأول هاتريك للاعب اسباني في برشلونة من بيدرو اللاعب الاسباني في 2013 من مكاسب اللقاء اللي ما ينفعش ابدا تتجاهل عليها هي اللمسية اللي ظهرت النهاردة مش بس فيلمينيا مال اللي اخيرا نزل وابدع وقصر الدنيا وخلاك تقول يا عم ارجوك ما تركنوش ارجوك بقى عنده فوبيا الراجل من موضوع ايه اللي هو جافي وبتاعه والاصابات هو بيدري لا انا هعشيله لا لعبه لعبه الراجل النهاردة كان مبدأ وعملك اسيست في الهدف الرابع اللي كان من اللي هاتريك ولكن المبهر هو اللاعب الاخر في خط الدفاع وهو اللاعب كوبارسي من لمسية طلع عندنا مدافع تاني وبقينا نطلع وبقينا في الزنقة نستغل اللمسية اكتر واكتر وصدقني انت اللي في الآخر كاسبان صحيح حدث ثلاث نوع تشافي ولكن ما كانش ينفع ابدا يتجاهل ما حدث في مطش مدريد حيث علق تشافي قالك يعني طبعا احنا بنلعب ونكسب وكده بس فيه عاجات انت ما تقدرش تتحكم فيه انت مش تقدر تفوز بالدورة لوحدك فالرجل برضو ما فوتش الليلة وحت تعليقه فقولي رايق في تعليق تشافي الليلة مبهجة الليلة تشافي هيبني عليها كتير الليلة ممكن تاخدها بعد خسارة في السوبر انك تقدر تبني عليها بقية الموسم انك تقدر لسه تخش وتكسب على اقل الكاس الاسباني بعد خروج ريال مدريد لسه تشافي عنده موسم يقدر يحرك في الدنيا لسه متاح في دوري الابطال لسه الاماني ممكن قولونا انتو رأيكو فيه موسم برشلونا ممكن يمشي ازاي قولونا رأيكو اكيد فيه الحالة لو عجبتكو يا رزيعة وزي ما قدتوك يا رزيعة شجعوني كل يوم حلقات كل يوم فيه مونتاج كل يوم فيه حلقات جامدة جدا ورولهم بقى ورولهم في الكومنتات كده شجعوني عشان ايه اهف عليكم انا عندي حماسة اقوى عندي حماسة اقوى مبسوط كل ده منفوز ارسنال يارب يكسبوا على طول يارب يخسروا انت دعاية المكسب في الاتنين ماشي عمادة شوفكم على خير يا رزيعة وكفاة يا رزيعة قوي لحد كده